طيب خلينا ننتقل للحالات بقى تمام تفضل اول حالة احنا هنتكلم الاول وقف يا سيد سامير ثواني على التنظيم الدفاعي الشكل الدفاعي الجايبين اربع حالات للتنظيم ازاي هم بيدفعوا تمام ازاي هم عندهم مشاكل دفاعية انه يقدر ان احنا نستغلها اول مشكلة زي ملتوا حدك هي المساحة الموجودة دي اشهر 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 صغرة عندهم المساحة اللي في ظهر اسماعيل محمد او في ظهر الباك اليمين يقدر ان هي يقدر الجناح الموجودة هو يقدر يتحرك شوف بغداد بنجاح يتحرك فيها ازاي اهو حيرقص اسماعيل محمد وهيشوت دي اشهر صغرة عندهم فيه لو جبناها حتى في الاعادة بص وقف شوف ثانية واحدة ارجع كده سيد سامير بس وقف بص الوقفة بتاعتهم اربعة اربعة بس عايز اقولك حاجة هي وقفة مش غلط لا مش غلط انا بتكلم على التنظيم الدفاع الاول الاربعة هم ورا اتنين اربعة اربعة اتنين يعني واسماعيل محمد والمهاجم المعز علي هو اللي راجع ورا يعني بيرجع في الضخم طبعا هم عندهم كامل اقصد سامير بص لما نكامل الفيديو بص هيتحرك بقى المساحات الموجودة هي ده بقى هو ده التمركز الغير صحيح المساحات الموجودة في ظهر اسماعيل محمد دي مهم جدا كهرباء واحد من وطبعا وطاهر محمد طاهر ولعبوا في الحتة دي يقدروا يعملوا مشاكل كثير جدا في طهر وفي كهرباء وفي اجرية وفي اجرية طبعا في كذا حد ممكن يلعب في هذا المكان يقدروا يستغلوا الصغرار احسن اه تفضل دي اول نقطة معهم احنا قلنا ايه التنظيم الدفاعي ايه اول مشكلة هي مشكلة الباك اليمين المشكلة التانية عندهم مشكلة واضحة في التمركز رغم ان هم مميزين في الدربات الروكنية اللي ليهم اللي عليهم ضعف فيها نقدر ان احنا بكرا نخلص بتفصيلة صغيرة زي الدربات الروكنية طبعا طبعا يعني او كرة سابتة او كرة سابتة ضربة ركنية الدربات الروكنية حاجة مهمة جدا سلاح تقدر تكسب الواحد سفر ما بسميه دايما سلاح الواحد سفر بص الوافة كامل هم كتير هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 هو تلعبت على القريبة بعدين على البعيدة اه انا بحب الجملة ديد جدا المدرب اللي بيحفظ دايما تلعب على القريبة كان حسام غالي بيعملها اه على القريبة حد يلمسها كان بوكير مع الاسماعيلي بيعملها على طول اه تتحفظ دايما وواضح طبعا المساحة الكبيرة اللي موجودة دي بقى دي الحالة التالتة دي بتبين ايه be المساحة الموجودة ما بين المساك ده صغرى دفعية واضحة كمان ما بين المساك والباكي الشمال عندهم ايه الحتة دي دايما عندهم نقطة ضعف دايماً حتى جايبين لها حالتين بص كمل كامل يا سيد السمير خمستاشر متر ما بينهم بص الفجوة الموجودة بغداد نجاح بقى بيسدى الحاجات دي طبعاً تك على طول في المساحة ما بين المساك وما بين الباك اتغلبوا الماتش ده تلاتة واحد هم اتغلبوا بيسدى تلات مرات تلاتة دي برضو حالة تانية برضو اللي احنا كلامنا عليها قبل كده اللي هي التماركس فيه الكرات العرضية بصوا حدك ده المدافق المهاجم نزل وهم كلهم الخامسة وقفين بيتفرجوا طب ايه ابرز في التنظيم الدفاعية ابرز المشاكل الدفاعية اللي انا اشايفها نمرت واحد زي ما قلت لحضرتك الزون فورتين اللي هي المساحة الموجودة وراء صناع الارتكاز يقدر محمد مجدي افشا يستغلها دي نقطة ضعف واضحة لو هو اللي حيلعب يبقى محمد اه طبعاً اي حد في الحد دي الحاجة التانية المساحة كامل السيد السمير كامل مساحة دي برضو حالة تانية هاي للمساحة الموجودة ما بين الباك والاية والمساك الشمال بص التنظيم الدفاعية بتاعهم معنوم كتير تحسين في المكان ده ولكن اه مزبطين ما فيش ضغط امامي اولاً انت بتلعب دفاع عالي اساساً ومانت مش عامل ضغط عالي يعني انت مش بتضغط ارجع كده السيد السمير من الاول انت عامل دفاع عالي يعني دفاع متقدم وفي نفس الوقت انت مش بتضغط على حمل الكورة فانت ميدي فرصة ان هو يعمل التمرير الطولي وانت متقدم له بص المساحة الموجودة تمريرة واحدة كسرت الدفاع كله المساحة الموجودة ما بين المساك والباك دي صغرة التانية يبقى احنا قلنا الاولى اللي هي المساحة الزون فورتين التانية المساحة ما بين الباك والظهير النقطة التالتة المساحات الموجودة ما بين الباك رايت اللي هو اسماعيل محمد المساحات الموجودة في ظهره النقطة الرابعة كرات العرضية التمركز في الكرات العرضية النقطة الخامسة الدربات الروكنية قبل ما نتحول الحالات الهجومية كريم الحالات الدفاعية دي انت شايفها اه او متطفق مع دكتور احمد في هذا الموضوع لا اه طبعا ان هو ناحية الشمال وكل ده انت متطفق اسماعيل محمد طبعا احنا اتكلمنا عليه كتير الباكي اليمين هو اللي عنده الصغرة الواضحة وهما كمان فيه واضح فيه بطء في التحرك بالاسلام فيه الصنائي الدفاعي والترحيل على احمد ياسر وعلى لبيش جونيور برضو بعض الاحيان اعتقد ممكن بكرة تلاقيه رجع كون سلاسي دفاعي مع الاتنين مساكين لان طبعا هما بكرة هيدعبوا منافس مش اسياوي منافس جاي من كرة تانية بيدعب بقسطوب تالي وبسرعة تانية فاكيد طبعا نادي الدحيل واللي احمد شرحه شرحه ممتاز جدا فيه نقاط الضعف واللي اكيد اكيد ان شاء الله الجهاز الفاني اللي نادي الاهلي شغال عليها بقاله فترة منذ يوم القرعة لما عرفنا ان احنا هنلاعب نادي الدحيل خلنا بقى ننتقل للحالات الهجومية التنظيم الهجومي بقى كيف يلعب نادي الدحيل القطري من وجهة نظرك طبعا في ناحية الهجومية البلد اوب بتاعهم البناء بص اولا الاتنين اللي قدام ده دوت المؤزة علي وده اللونجة بص كامل بيجروا عكس بعض الاتنين الفراودة هم اتنين مهاجمين بص بيحضر على مين على المؤزة علي رغم ان التاني مية تلاتة وتسعين فكل هو بياخد عين الدفاع في الاستلام والتحضير وكورته حلوة اعلى من كرة قولونجة كرة قولونجة ده كورته قوية لكن المؤزة علي ما شاء الله طبعا اتحسب ضرب الجزاء دودو ما بيتوساش بيخش دايما دايما دودو اه دودو دايما للعمق نخلي بالنا نخلي بالنا ان دايما بيخش للعمق دايما للعمق ودايما بيخش عايز يقع عايز يقع وعايز يجيب ضرب الجزاء اما بيسدد دي الحالة الاولانية في الشكل اللجومي قلنا البلدنج هاب بتاعهم بيبعامل ازاي تمرير طولي للمعز عالي بيحضر للهجمة للي جاي من وراء التانية بقى احنا قلنا ان هم عندهم مشكلة في الدربات الروكنية بصوا قولونجة طوله مية تلاتة وتسعين ده لازم بدر بنون يرقبه في الدربات الروكنية لو هو اللي هيلعب طبعا هيلع أفرب يعني على طول القامة لان هو أطول لعب في الفرق عندنا الشناوي بدر بنون هم عندهم قولونجة مية تلاتة وتسعين فده برج لوحده بص بص ارجع كده سيد سمير ده الدربات الروكنية يعني هو أصلا لسه منضم لهم فبدأ ان هو برضه يبين قدراته وينساجم معهم هم كان عندهم مشكلة ان هم اتغلبوا من السد تلاتة ففي مشاكل ان صبر لموشي حيمشي ولا حيكمل ولا كده بعدين بدأوا يدعمهم وبدأت يستعيدوا الثقة بالفوز وبانضمام قولونجة دي الحالة اللي بعد كده الدربات الروكنية نخلي بالنا من حاجتين في الدربات الروكنية من قولونجة ومن أحمد ياسل المحمدي اللي اتكلمنا عليه قبل كده المدافع لازم يتعامل مع امان والمهاجم قولونجة لازم يتعامل مع امان تمام دي بقى تحركات قدملسون جونيور دي دي اللي انت بتتكلم عليها من الاول دي اا اه دي اهم دي اكتر حاجة مقلقاني اللي قssa تحركات قدملسون جونيور في المساحة الموجودة ما بين معلول وايمن اقشرف لازم بصوا بيبصولوا كلمنا عليها قبل كده بين المساك عندنا والباك الشمال تحركات أدميلسون جونيور مهمة جدا بص كمل ارفع كمل بصله طبعا اه ومتحفزة حتى هو بيشاوله هو دايما بيعتمد عليه انه هو انا هلعب في المساحة واضحا هو اذا كان هناك يجب ان يكون هناك تركيز كبير جدا في هذا الموضوع ما بين الاستوبر الشمال والباك الشمال المساك الشمال ايصر عندنا والباك الشمال عندنا طبعا لازم يخلوا بالهم من تحركات أدميلسون جونيور في المساحة الموجودة ما بينهم مهم جدا تمام خلاص كده انتهت الحديث